لكن بالنسبة لسؤال ساعة العقيدة عندما يدفع الروس بكل هذه الآلاف من الجنود المؤللين بآلياتهم ويتوقف الزحف نحو كيف وحتى يعجزون عن السيطرة على خاركيف مثلا القريبة من الحدود الروسية ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنه دخل بجيج غير معد وغير مدرب ولم يمارس أي نوع من أنواع الحروب يعني لا تعتبر روسيا أن ما مارسته في سوريا هو حرب خليني أشير إلى هذا العاجل المرتبط بحديثنا مسؤول رفيع بالبنتاجون قبل قليل يقول تقدم القوات الروسية باتجاه كيف وخاركيف ظل متوقفا خلال نهاية الأسبوع طبعا الروس يعني بدأوا يقولوا هذا يؤيد كلامك تماما يعني الروس بدأوا يقولوا أنه والله نحن نخفف العمليات العسكرية لعلنا نصل في التفاوض من خلال التفاوض إلى شيء لإقلال من قتل المدنيين الروس عقيدة قتالية شرقية يعني لا قيمة للإنسان فيها لا من قريب ولا من بعيد وهذا كلام كله كذب وكله عبارة عن إيجاد المبررات يعني أنا لا أقول الفشل لأن الكثرة وكثرة السلاح بالنتيجة سيسيطر سيدخل كيب بس كأنه في فشل شكرا 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 شكرا